اشتركوا في القناة لها النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا بس قبل ما اتكلم عن منحة دي حاب اوضح لديه قناتنا وقنات منح من كل الالوان عليها فرص ومنح كتيرة جدا بالاضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا عليه منح كتيرة جدا برضو ياريت تتصفحوها آآ وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصوير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهول طيب خلنا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة منحة النهاردة هي منحة ممولة بالكامل في جامعة من اقوى وافضل الجامعات حول العالم خلنا نتعرف على التفاصيل المنحة هتكون في دولة امريكا تمام كده طيب بالنسبة للجهة المنحة اسم الجامعة جامعة الشعب ده اسم الجامعة اللي موجودة في امريكا وخلينا نتعرف أكتر على الدول المتاحة للتقديم الدول المتاحة للتقديم كل الدول المتاحة للتقديم سواء أنت من دولة عربية أفريقية أسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة طيب ركز بها معي في النقاط اللي جاية دي عندنا هنا بعض الملاحظات نوع الدراسة في هذه المنحة أونلاين طبعا معروف أن الدراسة بتكون في الجامعات بشكل عادي وطبيعي جدا بتحضر محاضرتك تمام وبتكون موجود داخل مبنى الجامعة ولكن الجامعة دي جامعة أونلاين بتقدر أنك تاخد المرحلة الدراسية بتاعتك من داخل منزلك تمام وبتتخرج وإنت معك شهادة معتمدة كأنك حضرت جامعة بالفعل رسمية وحضرت داخل جامعة بالفعل وحضرت محاضرات رسمية داخل مبنى الجامعة تمام ودي تعتبر أول جامعة أونلاين معترف بيها وليها شركات مع جامعات كتير جدا حول العالم تمام طيب جامعة الناس دي أو الجامعة الشعب عشان تضمن لطلابها جاود التعليم عالية قامت بالتعاون مع شركات مايكروسوفت وشركة اتش بي وشركات كبرى رائدة من عجل التوجيه المهن للطلاب ليكون لهم فرصة كبيرة في سوق الشغل بعد التخرج ركز معي انت لما بتتخرج من جامعة عادية بتفضل تدور على فرص عمل ووظائف والكلام ده كله لكن مع جامعة الناس دي الجامعة دي حاملة شركات مع مؤسسات كتير جدا فبالتالي انت لما بتتخرج المؤسسات دي لما بترق انك متخرج من الجامعة دي ده بيساعدك اكتر انك تقدر تنضم لهذه المؤسسات او الشركات تقدر تشتغل فيها تمام كده فطبعا دين من الصعب انك تلاقيها في اي جامعة تانية حتى لو جامعة موجودة بالفعل على ارض الواقع تمام طيب اه وعايز اقول كمان حاجة ان الجامعة دي الكورسات بتاعتها او المرحلة الدراسية بتاعتها اونلاين ولكن هي ليها مبنى اساسي موجود في امريكا تمام طيب المرحلة الدراسية الموجهة لها المنحة دي المنحة دي موجهة لدرجة البكالوريوس والماجستير والديبلوم يعني ايه يعني لو انت مخلص صنوية عامة وفي اخر سنة من السنوية العامة وعايز تدرس بكالوريوس متاح لو انت مخلص بكالوريوس او اخر سنة بكالوريوس وعايز تدرس ماجستير متاح لو انت حصل على بك دريوس او ماجيستير سابقا وعايز تقدي الدرجة تاني متاح برضو لي. لو انت مثلا دبلوم صنايع اه تكوين مهني او اي حاجة من الاشياء دي وعايز انك اه تحصل على درجة اه جامعية متاح برضو انك تقدم على الجامعة دي وبتحصل على درجة جامعية زيك زي اي واحد متخرج من جامعة عادية. تمام? بل انت هتتميز عنه انك متخرج من جامعة من امريكا. يعني انت كأنك متخرج بالزبط الشهادة النهية اللي انت بتحصل عليها. كأنك خريج احد جامعات امريكا. تمام? وانت حضرت المرحلة دراسية من بيتك. اه طيب بالنسبة لنوع الدراسة قلنا الدراسة في المنحة دي اونلاين. حيث مدة الدراسة للبكالوريوس اربع سنوات بتدري ازاي الجامعات العادية خالص. اربع سنوات اونلاين البكالوريوس الماجيستير سنتين. تمام? وبرضو الدبلومات هتاخد سنتين فيها. وتشمل الامتحانات كل فصل دراسي والحصول على شهر التخارج. وكل فصل دراسي كل ترم انت هيكون ليك امتحان عادي جدا بشكل طبيعي. تمام? طيب. بالنسبة بالي التمويل في المنحة دي عندنا التمويل صراحة ممتاز. الجامعة دي هتوفر لك رسوم الدراسة كاملة بالمجانة. انت مش تدفع اي تكاليف خالص للرسوم الدراسة. تمام? كمان الجامعة دي هتوفر لك كورس لغة انجليزية لمدة سنة ازا لا تعرف اللغة الانجليزية او مستواج ضعيف او مستواج او متوسط وبعد تحصل على شهادة الطيفل من عندهم. يعني بتقدر انك بعد كده تحصل على شهادة تثبات اللغة الانجليزية وتكمل المرحلة بتاعتك. لو انت ضعيف في اللغة الانجليزية او مستواج مش كويس بتاخد زي سنة تحضيرية للغة الانجليزية. تمام كده? كمان الدراسة والتخرج من جامعة امريكية بجودة عالية. انت كده لما تاخد شهادة التخرج مكتوب لك فيها انك متخرج من جامعة قوية جدا في امريكا. تمام? طيب. المنحة دي يا جماعة لا تحتاج شهادة لغة انجليزية بشكل لزي ما عنده التقديم زي ما وضحنا. كمان ليس هناك حد اقصى العمر في المنحة دي. سنك كبير سنك صغير بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. طيب. بالنسبة للتخصصات المتاحة عندنا اربع كليات متاحة وفي تخصصات فرعية تحت منها. عندك متاح تقدر تشوف التخصي المناسب ليك وتقدر تنضم عليه. تمام? ومالهاش علاقة سواء انت معاك البكالوريوس مسلا واحد معاك بكالوريوس. اه مسلا في الطب. وحابب ياخد اه بكالوريوس في او في التربية. او ماجستير في التربية. بتقدر تقدم عادي. مالهاش علاقة بخلفيتك الاكاديمية السابقة. مفيش مشكلة حتى لو انت خلفيتك الاكاديمية السابقة مختلفة. تمام? طيب. بالنسبة للاوراق المطلوبة في المنحة دي. اوراق بسيطة مش معقدة. اخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه. تمام? خطاب الناية للتقديم من منحة تكتبه والسي في بتاعك. تمام? كده? طيب. اخر معادل التقديم للمنحة دي عندنا معادين. ستة يونيو الفين واحد وعشرين. تمام? باقي عليها تقريبا اسبوع وينتهي. والمعادل التاني تمانية وعشرين اغسطس الفين واحد وعشرين. وبتقدر تقدم على المعادل مناسب لك لان كل كل وليه موعد لبدء للدراسة. تمام? يعني انت لو مسلا اه اه ستة يونيو هتقدم لحد ستة يونيو فانت هتبدأ الدراسة في سبتمبر. لو انت هتقدم مسلا لحد تمانية وعشرين اغسطس فانت هتبدأ الدراسة في مارس. تمام كده? طيب. كيفية التقديم بيتم التقديم تمام? عندنا في تقديم من ملاقه اونلاين. هنا عندنا بعض الملاحظات. ما تنسوش طبعا لقناتنا قناة منح من كل الوان بتوفر خدمات اضافية. زي اللي احنا بنوفر منح دراسيين مدبونة الابول مية في المية في الصين. وكمان خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزة. ان انا عايز تقديم من خلالنا على المنحة دي متاح. كمان خدمة تجيزي اللي ورقة بشكل احترافي بستخدمها في التقديم بنفسك في اي منحة انت عايزة. وخدمة تقديم على الكورسات. تمام? ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط استمرارات كل الخدمات فيه سندوق الوصف اسفل الفيديو. وبرضو هنا رابط خدماتنا اسفل المقالة دي. تمام? تضغط عليها وبتختار الخدمة المناسبة ليك. وحنا بنتفاصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف الاعلان الرسمي المنحة. تيجي تضغط على كلمة الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك كل تفاصيل المنحة اللي انا ذكرتها. تمام? هيفتح معانا الموقع الرسمي هتلاقي عليك كل تفاصيل ان انا قلتها. تمام? بالديدلاين امتى بالاشياء اللي بتشملها الجامعة دي المنحة دي بتشمل ايه? كل حاجة متوضح لك متوضح لك انها جامعة معتمدة. تمام? طيب. وهنا بيقولك العدد الطلاب الحاليين اللي بيدرسوا في الجامعة دي خمسة وستين الف مية ستة وستين طالب. تمام متخيل عدد كبير جدا من الطلاب بيدرس فيها. وهنا هتلاقي مذكور الديدلاين تمام? هنا ده التخصصات المتاحة كل ده متاح هنا تمام? تلاقي هنا زكرت لك كل التفاصيل. طيب ده الموقع الرسمي هنا كمان بيوريك في الجزء ده الحاجات او المؤسسات اللي المنحة دي او الجامعة دي عاملة معها شراكات. آآ شركة امازون. كل الشركات دي لها علاقات مع الجامعة دي وبتقدر تحصل على فرصة عمل ان شاء الله بعد تخرجك كمان. ده بيساعدك اكتر من خلال تخرجك من الجامعة دي. تمام? اخر معاد مذكور هنا خمسة يونيو الفين واحد وعشرين. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف التقديم في المنحة دي. تيجي تضغط على كلمة تقدم الان عشان يفتح معاك التقديم. التقديم بسهل مش معقد ولكن انت تحاول تملاق آآ بشكل كويس بشكل احترافي وتكتب كل الاشياء المطلوبة فيه. تمام كده? طيب هيفتح معانا دلوقتي. ده الابليكيشن الخاص بالتقديم. هتنزل لآخر جزئية خالص. هتنزل لآخر جزء هنا. آخر جزء هنا على كلمة تمام? وهتضغط عليها. تمام كده? طيب. انا بالفعل السنة السابقة كنت شرحت المنحة دي. وضحت كل تفاصيلها وكمان شرحت كيفية التقديم. فمنع للتقرار انا هحط لكم جزء من الفيديو بتاع السنة اللي فاتت اللي كان فيه شرح الابليكيشن ان الابليكيشن نفسه وما فيش اي اختلاف خالص. فانا هحط لكم جزء شرح الابليكيشن تمام? عشان تمشي معا خطوة بخطوة وتعرفوا ازاي تقدمه للمنحة دي. طيب احنا عايزين نقدم لها تيجي تضغط على كلمة قبلين ايو. لما تضغط على كلمة قبلين ايو هيفتح لك الاستمارة او الابليكيشن التقديم بالشكل ده. تمام? طيب اول حاجة حضرتك محتاج تبدأ بقى بكتابة البيانات بتاعتك. تحط اسمك. اسم العائلة تكتب الايميل بتاعك. تختار هنا التخصص اللي انت عايز تدريس تختار الدرجة العلمية. عايز تقدم مستر. عايز تختار ايه? وبعدين تضغط تمام? لما تضغط يدخلك للخطوة اللي بعدها. تحط بيانات العنوان بتاعك. انت مقيم فين حاليا رقم تليفونك وما هي الى ذلك. تضغط وتخش على الخطوة اللي بعدها. اه هنا بقى بيكلمك عن اه تاريخ ميلادك والجندر بتاعك واللغة الام بتاعتك اللغة العربية مسلا المصرية. تمام? وبعد كده بتضغط بتخش على الخطوة اللي بعدها. الخطوة دي اخر خطوة اللي هي بتقول اه انت اخر مواهل دراسي عندك ايه? مسلا انا اه لو قلت اخر مواهل دراسي مسلا عندي اضغط عليها. مسلا عندي اخر مواهل دراسي باشولر او ماستر ديجري بتضغط على دي. يبقى انت بتختار ايه اخر مواهل دراسي عندك? وبتختار هل انت حصلت عليه ولا لسه هتحصل عليه? تمام? ولا لسه ما بدأتوش يعني بتختار بقى اه يعني اه بالنسبة للشهادة دي هل تمت ولا لا بتختار الدولة اللي انت حصلت منها او لسه تحصل منها على الشهادة دي وبعد كده بتعمل لما حضرتك بتعمل بيوصلك رسالة على الايميل بتاعك الرسالة دي بتحتوي عليك كده يعني زي تأكيد للبريدي الالكتروني بتاعك وتأكيد على موقع المنحة والرسالة دي بتقول لك اعمل عشان تخش بيه للمنحة وتكمل بيه باقي الاجراءات. تمام? طيب انا دلوقتي خلاص عملت الباسورد بتاعي زي ما الرسالة وصلتني. اعمل ايه? هتروح تعمل والابليكيشن الرسمي هيفتح معاك بالشكل ده. ده اللي هيفتح معك. هتلاقي هتلاقي بالشكل ده. هتلاقي ان حاجات بسيطة هنا بطلبها منك وركز بها معايا عشان دي يعتبر من الحاجات المهمة. بيقول لك اول حاجة حضرتك لازم تحدد موقفك بالنسبة للغة الانجليزية. تمام? بالنسبة للغة الانجليزية هنا. هتلاقي عندك كزا حاجة. بالنسبة ليه? هل انت آآ اللغة الانجليزية بتاعتك درست قبل كده اللغة الانجليزية مسلا درجة علمية درستها في البكالريوس او في المدرسة السانوية. هل مسلا عندك امتحان لغة آآ مسحنا درست تلاتين ساعة آآ آآ يعني المنموم تلاتين ساعة من آآ دراسة في كلها مسلا. طيب انا ما عنديش اي حاجة من الحاجات دي تثبت اللغة الانجليزية بتاعتي. اعمل ايه? قال لك هنا حاجة اللي هو فيه كورس. تمام? اهو. فيه كورس. الكورس ده انت لما تختار انك عايز تقدم الكورس ده وتدرس اللغة الانجليزية الاول في الجامعة. خلاص. يبقى انت مش مطلوب منك اثبات اي شيء. وكده انت هتاخد كورس في الاول. وبعد كده تبدأ الدراسة الاصلية بتاعتك. طيب. يبقى انت عشان انت اخد الكورس لازم تضغط على دي. ملاكش اي يعني ما تضغطش على اي شيء من الحاجات دي. طبعا لو انت بقى قدرتك في اللغة الانجليزية كويسة. معك شهادات او درست بلغة الانجليزية سابقا خلاص. انت كنا مش محتاجة اخد الكورس. تمام? ده بالنسبة لجزئة دي. ركز بقى معاك كمان في الجزئة دي كمان ان فيه هنا في اللي هي فيه رسوم للابليكيشن. حضرتك فيه رسوم للابليكيشن ده عشان يبين جديد المتقدم. لانه طبعا فيه ناس بقى تخشت من بطريقة خاطئة وتعمل الجامعة تفضل تراجع في وشوفوا بقى مين الناس الجدية مش مين الناس الجدية. يعني الموضوع بيطول يوم. فعشان كده حطوا فيه اللي هي رسوم عشان تبين الشخص المتقدم ام لها. بتروح حضرتك الاول قبل بقى يعني فهمت ما ما تحط بقى انك عايز اللغة الانجليزية تاخد كورس في الاول وقبل ما تكمل بقى الاشياء. تروح ضغط على الجزء ده. وتروح تدفع الرسوم للابليكيشن. طيب حديث بيقول لك ان الرسوم ستين دولار. لازم تدفع الاول عشان يبين جدية المتقدم ان هو فعلا عايز يدرس في الجامعة دي. تمام? وحطر لك هنا كزا وسيل الدفع ممكن ممكن تختار الطريقة اللي تعجبها. وهناك اتبين ملحوظة ودي حاجة كويسة جدا من الجامعة. انه بيقول لك ايه? لو انت مش هتقدر تتحمل الرسوم تمام? لو انت مش هتقدر تتحمل الرسوم بتاعة ستين دولار كتير عليك مسلا مش معاك المبلغ ده حاليا. اتكلم معه. طب ايه الادميشن ادفايزور? ايه الادميشن ادفايزور? الادميشن ادفايزور ده هو شخص بتوفره لك الجامعة عشان يبقى معاك خطوة بخطوة اه من حيس الحاجات الاوراق اللي انت هتحتاجها في التقديم للجامعة اه لو احتاجت لتسأله على اي حاجة. طب فينا لاي الادميشن ادفايزور اهو. كاتب لك اهو. تمام? ده الاسم بتاعه. وبيقول لك عشان تتواصل معاه لو انت حبيت تسأله على اي حاجة بتتواصل معاه عن طريق الايميل ده. هما بيحطوا يعني مسلا مسلا بيحطوا لهم اه واحد مسلا انت بتتواصل معاه عشان لو حبيت تسأله على اي حاجة. فحضرتك مش تقدر تدفع الرسوم دي بتروح رايح متواصل معاه. اه انا مسلا حالتي المادية اه ما تسمحش مسلا ان اه ادفع رسوم فهو بيتواصل معاك بيقول لك طيب اديني دليل انك مسلا ما تقدرش تتحمل الرسوم ما الى ذلك يعني. تمام? ولو احتاجت بها مسلا اي شيء تاني بتتواصل معاه عن طريق ده. عن طريق الايميل هنا. طيب انت بعد لما بتدفع الرسوم اه هو بقى يعني الادفايزور ده من نفسه بيتواصل معاك. تمام? وبيعلمك على الاشياء اللي بعد كده اللي انت محتاجت اعملها. وبعد كده بيبعتولك لينك. اللينك ده بيحتوي على مجموعة منح. انت بتختار المنحة المناسبة لك. تمام? وقلنا يعني المنحة الافضل انك تختار اللي هي الجنرال اللي كنا تكلمنا عليها. اللي هي جنرال تختارها او اللي هي متاحة للجميع. وبعد كده بقى حضرتك بتعمل سطمينة هي للابليكيشن وبتنتظر ردهم. وبكده يبقى انت قدمت للجامعة بنجاعت. وبكده يبقى شوفنا كل التفاصيل المنحة ممتازة جدا سواء انت يعني متفرغ اه ونفسك تدرس اونلاين سواء انت مسلا مشغول وما تقدرش انك تحضر اه دراسة مسلا بشكل دائم في الجامعة نفسها فانت قدر تدرس اونلاين وتقدر تحقق حلمك حتى كمان لو انت خريج تمام? فمنحة ممتازة جدا ما تنسوش اخر معادل التقديم وكمان ما تنسوش خدماتنا الاضافية لو حابين تقدموا على المنحة دي بشكل احترافي من خلالنا. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق وريبون ليكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.